الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْضُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيُ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أيها المؤمنون عباد الله اتَّقوا الله سبحانه وتعالى وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ أَنْ جَعْلَكُمْ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتِ لِلنَّاسِ فَإِنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هي خَيْرُ أُمَّةٍ قال تعالى كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ فَعِزَّتُنَا أيها المؤمنون مُستمِدَّةٌ مِنْ عِزَّةِ اللَّهِ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ فهي عزة دائمة دوام الليل والنهار إن صدقنا الله تعالى في إيماننا وعبوديتنا له قال تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وقال تعالى وَلِلَّهِ لِعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قال الشيخ السعد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية فهم الأعزاء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل عباد الله تأكيدا لهذه العزة وهذا التمييز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباع سبيل الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من أمم الكفر فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن التشبه بالكفار في جميع أمورهم وعن تقليدهم والتبعية لهم قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى أي لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسد المعارض للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أيها المؤمنون إن مما ورد النهي أنه في الكتاب والسنة الصحيحة مشابهة الكفار في أعيادهم وفي أفراحهم قال تعالى في وسف عباده المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما جاءن أب العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربع بن أنس ومجاهد وغيرهم أن المراد بالزور في هذه الآية أعياد المشركين وقال قتادة ابن دعامة السدوسي المراد لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم وأعياد الكفار من الباطل ومشاركتهم فيها إعانة لهم على فعل ذلك الباطل أن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وجاء نعمر رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم وقال شيخ الإسلام والتيمية رحمه الله تعالى ولا نتشبه بهم أي الكفار في أعيادهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم أيها المؤمنون الحريسون على أن تلقوا ربكم بقلوب السليمة استمعوا إلى ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد ففي هذا الحديث غاية التحذير ومن تهى التنفير عن مشابهة الكفار وعن مشاركتهم في أعيادهم باوي يدي الله سبحانه وتعالى دوانو نلال محمد صلى الله عليه وسلم هاراي کونو يمسي بغنن به کونو يجياب الله سبحانه وتعالى کونو يجياب الله سبحانه وتعالى يتمو جرنمو سبحانه وتعالى نلال محمد صلى الله عليه وسلم كونو يجياب الله سبحانه وتعالى نلال محمد صلى الله عليه وسلم كونو يجياب الله سبحانه وتعالى 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 الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه سورة الفرقان الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام ويوتوهي هاي ستوينو جيا سفبنك تاوينو جيا الله سبحانه وطعالا تاوينو والذين لا يشحدون الزورة بسيدو تاوينو بسيدو تاوينو 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 وطعالا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليكم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا زرزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانه 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 الله أكبر سبحانه 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 الله أكبر سبحانه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة